ومشهور بمعنك في الوسط ومن سنوات وشايف هل في شعراء أثر عليهم جمهورهم والله ممكن لو أنه يعني ممكن تقول أنه أكثر ما يأثر عليهم أن الضغط عليهم كثير والكلام اللي يجيهم كثير أنا من الناس اللي لو لعبت مع شاعر والله ما أرضى عليها الخطر لو أني أنا متفوق يعني تشوفني في نظرتك أني متفوق في الطرق ذاهي توافيق من الله سبحانه وتعالى حنا نؤدي قصة الشاعر اللي يقولي أبو زيد ما كل اليال يعيد الليلة أنت تكون نجم المحاورة بكرة في واحد ثاني غيرك الليلة الثانية حنا نسري حنا كشعر محاورة أحيانا نسري حنا الأربع شعار انت قهوة سوء نقول الليلة فلان هو أفضل واحد فينا كل ريحية كل ريحية لأننا عارف الليلة منجم فالنجومية في الملعبة توزع من ذال دا ولا هي كل اليال فالمفترض أن الجمهور ما يشكل ضغط على أي شاعر لأن الشاعر اللي يقدم ويتوفق ذاك الليل يستحق أنك تأيده يستحق أنك تشجعه لكن الشاعر اللي اللي ما أدى الأداة صح لا تظلمي أو تجحف بحقه بزيادة وحيانا الأدهام منك إذا كنت شاعر جماهيري تمام وأديت أداة صح وفي جمهور ضدك هذه كاردة إذا الشاعر أدى قل أدى طبيعي إذا الشاعر مبدع يقول مبدع مش المشكلة أما أن فلان عادمي في نظر أنه ولا شيء كل الحفلات لا ما هم عقوب